أرسيس ثوري الإيراني منظمة إرهابية وفقا لتعبيرها. معنا من تل أبيب الدكتور إيريك رودونسكي الباحث في مركز دايان في جامعة تل أبيب والباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. مرحبا بك دكتور. الكرة الآن كما يراها المراقبون في الملعب الإسرائيلي. السؤال الكبير هل سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟ أم أنها ستأخذ بنصيحة حليفتها الولايات المتحدة؟ ويتوقف الأمر عند هذا الحد؟ مساء الخير. إذن حقيقة الكرة موجودة في الملعب الإسرائيلي. ويجب على إسرائيل أن تدرس ردها المتواكع حسب النتيجة وليس حسب النية من قبل إيران. طبعا كان ما شاهدناه بالليلة أمس كانت أو كان هجوم غير مسبوك في تاريخ الصراع بين إسرائيل وإيران. ولأول مرة أصبح جليا هذا الصراع. إذا كان بالماد نتحدث عن الصراع الإسرائيلي العربي بالشكل أم. فاليوم أصبح واضحا للجميع أن هناك صراع مباشرة بين إسرائيل وإيران. ولكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تستغلوا الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. والتي حادث فيها على يمكن أكبر دعم من المجتمع الدولي وبشكل خاص خلفائها في الغرب. إذا كانت الولايات المتحدة أو البريطانيا أو الفرنسيا أو حتى ألمانيا. يجب أن تستغلوا كل هدفها في أماس الحاجة. وتحديدا في هذه المرحلة في الحرب التي ما زال دائرة في كتاع غزة. برأيك دكتور هل كان هذا هو الهدف من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق؟ إعادة الدعم الدولي والتعاطف الدولي مع إسرائيل. بلا شك كانت إسرائيل تدرك عواقب أن تستهدف قنصلية الدولة بأن الأمر لن يمر مرور الكرام كما يقال. نعم. بكل تأكيد. ما قامت به إسرائيل قبل عسبوين. عندما اغتالت الكبير والمسؤول في الخرص الثوري الإيراني. كانت هذه بمثابة رسالة توجه إسرائيل إلى إيران. لتشير لإيران أنها أي إسرائيل تعرف أن إيران هي التي تحف وراء محور المقاومة أو محور الشرط. طبعا هذا يتعلق بوجهة النظر. ولكن هذه كانت الرسالة الإسرائيلية. وفي الليلة الأمس كانت إيران ترد برسالة مضادة. وطبعا يمكن أن ننظر إلى إذا كانت هذه الرسالة ناجحة من قبل إيران. أو الردع أو تصدي لهذه المحاولة ناجحة من قبل إسرائيل. ولكن بكل الأحوال أصبح السراء مكشوف على الملاء. وبهذه النقطة يمكن أن نتقدم. أنا أستبعد الإمكانية أن يكون من هناك فصاعدا. السراء مباشر بين إسرائيل وإيران. ولكن وارد في الحسبان أن يستمر السراء بين إسرائيل. وبين خلفاء إيران في منطقة الشرق الأوسط. إذا كانت في أقصى الجنوب في اليمن الحوثيين أو حزب ألة في لبنان. أو حتى في كتار غزة مع حركة حماس. هناك من يرى بأن إسرائيل قد كشفت استراتيجيا. دكتور. لم تحقق أهدافها في حرب غزة. وهي كان هجوم السابع من أكتوبر في منطقة صغيرة ومحاصرة. ومع ذلك تم. والآن حتى وفق للناتق باسم الجيش الإسرائيلي. يعني العامل الرئيسي في صد كل هذه المسيرات والصواريخ القادمة من إيران. كان بفضل الدعم الأمريكي وكذلك الدعم البريطاني. هل إسرائيل الآن أصبحت مكشوفة استراتيجيا. أنها لا تستطيع حماية عمقها وأمنها من دون حلفائها في المنطقة؟ أنا أعتقد أن هذه الحقيقة أصبحت مكشوفة ليس اليوم. ولنتذكر الجميع بأن قبل أكثر من ثلاثين عام. في الآن وواحد والتسئين. شهادت إسرائيل حملة أو هجوم غير مسبوك من قبل الإراك برئاسة الرئيس صدام حسين في هذه الفترة. والذي أطلق أكثر من أربعين صروح تجاه إسرائيل. وما كانت في هذه الفترة لإسرائيل أي كل الإمكانيات الموجودة حاليا في هذه الأيام في إسرائيل. لتصدي لهذه المحاولات والهجوم. ولكن في هذه الفترة كانت الولايات المتحدة تشير وتلمحوا لإسرائيل. وفي رئاسة إسرائيل كان إسحاق شامير ويمكن أو يعتبر من أكبر الرؤسات تشددا في تاريخ رؤساء حكومة إسرائيل على التاريخ. وبهذه الفترة كانت إسرائيل تسمع بشكل مكشوف للتعليمات الولايات المتحدة. ونحن الآن حاليا نحن نعود إلى نذرية أو استراتيجية الدفاع الإسرائيلي. وبدون أدنى شك وهذا الأمر مكشوف. إسرائيل بحاجة إلى دعم دولي. إسرائيل دولة سغيرة في هذه المنطقة. لا يمكن أن تصمد في كل التهديدات الموجودة في منطقات الشرق الأوسط. يعني ذكرت أنها لا يمكن أن تصمد في وجه التهديدات. وإسرائيل هي من ضربت القنصلية الإيرانية. هي من بدأت بتوجيه ضربة مباشرة لإيران. ليس كذلك عبر الوكلاء في المنطقة. ولكن هل تستطيع إسرائيل أن تتعايش مع فكرة هذه العلاقة الجديدة في الصراع بين إسرائيل وإيران. التي فرضتها الآن إيران. علاقة الردع الجديدة هذه. وما قد ينسحب عليها أيضا من تبعات وعلاقات سياسية. هل تستطيع إسرائيل أن تتعايش مع ذلك؟ وداخليا داخل إسرائيل. داخليا في كل ما يخص الشرع الإسرائيلي. فطبعا الأربع والعشرين ساعة كانت مشحونة بالتواطر. وهناك راعة متناقضة داخل الشرع الإسرائيلي. ولكن على فكرة كانت هناك حسب آخر استطلاع قام المعهد الإسرائيلي. بنشر في لهاية الأسبوع الأخير. تقريبا نصف المجتمع الإسرائيلي يقولون أنه لديهم قوة الصمود والتحمل لمدة سنة أو أكثر. إذا كان هذا ضروريا. ولكن بدون أدنى شك الصراع بين إسرائيل وإيران أصبح حجليا. وبهذه النقطة يجب على إسرائيل أن تستغلوا هذه النقطة. لتكون نقطة تحاول في الحرب الدائوة. وهي حرب شارسة جدا. تمتضى لأكثر من نصف سنة. لتستقطب التعييد. وهي بأمس الحجر لهذه التعييد. يقبل دعم من المجتمع الدولي. شكرا جزيلا دكتور إيريك رودنسك الباحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب. والباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.